وحول العلاقة بين مصر والوكالة الجامعية الفرانكفونية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر شريك استراتيجي بالنسبة للوكالة الجامعية للفرانكفونية وأوضح الرئيس السيسي أن اتخاذ جامعة القاهرة مقرا لمكتب الوكالة يعكس إرادة توسيع نطاق مشروعات التعاون الجامعية ولا جدال أن التقارب المتنامي بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية يستحق كل تأييد ومؤاذرة فاعتبار مصر شريكا استراتيجيا بالنسبة للوكالة وتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين لا سيما الاتفاقية الأخيرة التي تتخذ من جامعة القاهرة مقرا لمكتبها الوطني ولمركزها الخاص بتوظيف طلبة الجامعات المصرية وخريجيها يعكس إرادة صادقة لتطوير وتوسيع نطاق مشروعات التعاون الجامعية التي تنفذها الوكالة في مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية التسعة عشر الأعضاء في الوكالة